الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين معشر الصالحين درس هذا اليوم مبارك من دروس ومضات إيمانية تحت عنوان رمضان والتوبة أيها الإخوة الكرام إذا كان الله تبارك وتعالى يدعو عباده إلى التوبة النصوح الصادقة في كل زمان ويقول جل ذكره يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا ويقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فإن التوبة في رمضان أحرى وأولى فهو شهر تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات ويحصل به العطق من النار ففي رمضان يعود العباد إلى ربهم تبارك وتعالى ويقلعون عن الآثام والموبقات وذلك لسببين أولهما يعني السبب الأول لتخلي الناس أنهم يعودون إلى ربهم سبحانه وتعالى هو جود الله تعالى على عباده وصفحه وعفوه عنهم في هذا الشهر الكريم فالله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بالصفح والعفو والمغفرة والرضوان في هذا الشهر المبارك حتى إنه صح أن لله تعالى في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار السبب الثاني لتخلي الناس أنهم يرجعوا إلى الله عز وجل أن الشياطين في هذا الشهر تصفدوا وتسلسلوا إذا جاء رمضان وتغلقوا أبواب النيران وتفتحوا أبواب الجنة فيكونوا العباد قريبين من ربهم سبحانه وتعالى إذن فرمضان إخوة الإيمان فرصة تمينة ليتوب فيها العبد فرصة غالية باش يتصالح فيها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى وباش يتخلى فيها عن جميع الردائل والقبائح التي كان يقترفها ويتحلى فيه بكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه ومن لم يتوب في هذا الشهر المبارك فليت شعري متى يتوب وفي الحديث رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له أي خاب وخسر من دخل عليه رمضان ولم يتوب فيه إلى الله سبحانه وتعالى وفي رواية بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له وفي رواية أخرى ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فدعا جبريل بالبعد والسحق والشقاء والذل وعدم المغفرة ودخول النار على من أدرك رمضان ولم يغفر له وأمن النبي على دعائه فجبريل عليه السلام يدعو على من أدرك رمضان ولم يتوب فيه إلى الله سبحانه وتعالى ولم يقبل فيه على نفسه بتصفيتها وتنقيتها وتحليتها بما يرضي الله جل وعلا دعا عليه بعدم التوفيق وعدم المغفرة ودعا عليه بدخول النار والعياذ بالله والنبي الكريم يؤمن على دعائه أي تقول آمين 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 وهذه التوبة هذه خاصة نعرف بأنها رهى عندها شروط بشكون مقبولة عند الله عز وجل الشرط الأول الإخلاص لله تعالى بحيث خاصة تكون هذه التوبة هذه لوجه الله تعالى لا يشوبها مقصد دنيوي الشرط الثاني أن تكون هذه التوبة في زمن الإمكان أي قبل أن تطلع الشمس من مغربها وقبل أن تبلغ الروح الحلقومة فمن لك تطلع الشمس من مغربها أو كتصل الروح إلى الحلقوم فإن باب التوبة يسد والعياذ بالله في وجه الإنسان الذي لم يتوب قبل هذه اللحظات الحرجة فإن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر الشرط الثالث الإقلاع عن الذنبي ما يمكش أن الإنسان ادعي التوبة وهو مقيم على المعاصي والموبقات الشرط الرابع الندم على ما مضى الندم على ما مضى قاعد ذيك القبائح وذيك الردائي اللي كان الإنسان كان يدير خصوين دمو خصوين يبكي ويطلب الله عز وجل أنه يجوز عليه وأنه ما يأخذوش على تلك المصائب وتلك السيئات التي اشتراحها وكم من تائب أكل الندم قلبه أكلا ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة الندم توبة الشرط الخامس العزم على عدم الرجوع إلى الذنبي فمن لتب الله تعالى خصك تنوي وتحزم على أنك ما غاديش تبقى ترجع مرة أخرى إلى ذلك الذنب وتلك المعصية الشرط السادس إذا كان الذنب يتعلق بحقوق المخلوقين واجب رد حقوقهم إليهم والتحلل منهم إلا كنت واك المال ديالش واحد ولم دي أرض ديالش حد أو ظلم الش واحد في شي حاجة فخصك تردليه حق دياله وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقادي ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد اللهم تب علينا اللهم تب علينا ووفقنا لما تحب وترضى واخفر ظنوبنا كلها دقيقها وجليلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سيدنا محمد لله ربง ترجمة نانسي قنقر